موسيقى قال السيناتور الأمريكي لينسي جراهم أنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبطاء السحب المعتزم للقوات الأمريكية من سوريا حتى هزيمة تنظيم داعش الارهابي لا تزال أصداء إعلان الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا تتفاعل على أكثر من صعيد ليس فقط بسبب ما أحدثه من حراك سياسي وعسكري جعل دول المنطقة والقوى المعنية بالأزمة السورية تبذل جهودا إضافية لاستجلاء حقيقة النوايا الأمريكية وفهم طبيعة التغيير الذي طرأ على الاستراتيجية الأمريكية بخصوص منطقة الشرق الأوسط عموما وسوريا خصوصا وإنما بطرح فكرة تأسيس منطقة عازلة في الشمال السوري بعمق 20 ميلا السيناتور الأمريكي لينسي جراهم حاول تهديئة مخاوف أنقرة من خلال إشارته إلى ضرورة مراعاة ظروفها وذلك بموازاة طرحه إبطاء الانسحاب الأمريكي من سوريا كي لا تحدث فوضى في المنطقة وذكر لينسي جراهم أنه يجب على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبطاء السحب المعتزم للقوات الأمريكية من سوريا حتى هزيمة داعش جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جراهم اليوم في أنقرة غدا تلقاءات أجراها مع رئيس رجب طيب أردوغان ووزيري الخارجية مولود شاويش أغلو والدفاع خلوصي آكار وقال جراهم أفهم الرغبة لدى إدارة ترامب في الانسحاب لكن الانسحاب غير المخطط له سيكون بمثابة الفوضى وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في التاسع عشر ديسمبر الماضي قراره سحب جنود بلاده من الشمال السوري البالغ عددهم ألفي جندي دون تحديد توقيت لذلك وأكد جراهم أن الانسحاب يجب أن يخدم ثلاثة أهداف تتمثل بهزيمة داعش الإرهابي ومنع انتصار إيران وحماية حلفاء واشنطن في محاربة الإرهاب في سوريا تفيد المعلومات والتقارير عن حصول محادثات أمريكية تركية من جهة وروسية تركية من جهة للوصول إلى ترتيبات ثلاثية لقامة المنطقة العازلة شمال سوريا وأشارت المصادر إلى وجود عقد أمام تحقيق ذلك بينها عمق المنطقة إذ تريد أنقرة أن يمتد عمق الشريط الأمني إلى 32 كم شمال سوريا بطول 460 كم من جرابلوس إلى كردستان العراق فيما اقترحت موسكو أن يكون العمق بين 15 و10 كم وطالب قائد وحدات حماية الشعب سيبان حامو بأن تكون المنطقة في الطرف التركي من الحدود والحديث أكثر مشاهدين وتصيب ضوء حول هذا الموضوع سعدني أن أرحب بضيوفي مع من واشنطن دكتور حسن منامنا محالل سياسي وباحث في محهد الشرق الأوسط وضيفي هنا في الستيديو السيد أكرم حسو الرئيس السابق للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية ضيوفي الكرام ومشاهدين الأفاضل أهلا بكم على شاشة قناة اليوم دكتور حسن يسعد مساك أهلا أهلا ليسعد مساك أهلا بك لو نبلش من عند تصريحات السيناتور جرهام حول سحب القوات الأمريكية من سوريا ويعني إعلان أو طلب من رئيس الأمريكي بعملية أبطاء لسحب هذه القوات الأمريكية من سوريا دكتور حسن هي وجهة نظر وهي وجهة نظر لها من يؤيدها في واشنطن ولكن علينا أن نتذكر وأن نشدد على أن عضو مجلس الشيوخ لينزي جرام هو جزء من السلطة التشريعية وليس التنفيذية هو بالفعل له رأي مسموع لدى الرئيس الأمريكي ولكن هناك حدود لإمكانية تأثيره على الرئيس وعلى أي حال كل ما عبر عنه هو رأي شخصي وليس قرارا وليس سياسة أمريكية إذن نحن نتحدث هنا حقيقة عن كشف معالم التنافس ضمن الحكومة الأمريكية ضمن الحكم في الولايات المتحدة بين التوجهات المختلفة هذه ظاهرة صحية شرط أن يرافقها قرار من صاحب القرار أي من سيد البيت الأبيض أبيس ترامب والذي يبقى غائبا عن القرار سيد أكرم حسو ضيفي هنا في السيديو مساء الخير مرحبا بك وبضيفك الدكتور حسن سمعنا للدكتور حسن يعني في ظل هذه المساعي الآن مساعي حثيثة أمريكية جولات مكوكية يقوم بها أكثر من شخصية مسؤولة في الداخل الأمريكي بزيارة لدول الأقليمية المحاذية لسوريا هنا أتحدث عن تركيا الآن وفي ظل ما حدث من عمل إرهابي في مدينة منبش برأيكم هل سيغير شيء من المشهد هل ستتغير الاستراتيجية الأمريكية التي أعلنت عنها أو أعلن عنها الرئيس الأمريكي بسحب قواته وهل من هناك بالفعل صمود حول بقاء القوات الأمريكية وحتى القوات المتحالفة مع هذا التنظيم داعش الرهابي على الجغرافية السورية وبالتحديد في الشمال السوري شكرا لك طبعا هذا العمل الهرابي لن يؤثر على المخطط الأمريكي المؤدي إلى تفعيل القرار الرئيس الأمريكي بالانسحاب من شمال الشرق السوري أو شرق الفرات هذا الانسحاب هو انسحاب معنوي يريد أن أذكر أنه انسحاب معنوي وليس انسحاب كامل لأن الانسحاب بشكل لا ينطبق على القوات الجوية الأمريكية التي لم تكن موجودة بالأساس على الجغرافية السورية القرار سيطبق على جزء من القوات الدعم اللوجستي التي كانت موجودة على الجغرافية السورية التي تدعم التي كانت متحالفة مع قوات سوريا الديمقراطية وتدعم هذه القوات للقضاء على داعش دكتور حسن بالعودة إليك فيما يتعلق بالتصريح المتعلق بوحدات حماية الشعب يعني هنا تصريح ملفت للسيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري لينسي جراهم عندما تحدث على ضرورة إيجاد بديل أو إيجاد بديل مقنع لوحدات حماية الشعب يعني إذا حبينا نمحص هذا التصريح ونفهمه من كل الأبعاد والزوايا لو حضرتك تساعدنا بهذه النقطة دكتور حسن أشرت في مرات عديدة حقيقة إلى أنني أعتدم أن العلاقة القائمة بين وحدات حماية الشعب تحت مستمع قوات سوريا الديمقراطية والقوات الأمريكية كانت علاقة تعاقد ليست علاقة شراكة وليست علاقة تحالف التعاقد أي أن هناك مهمة ما هذه المهمة هي القضاء على تنظيم الدولة القوات الأمريكية القرار السياسي الأمريكي لا يريد القوات الأمريكية أن تضحي أن تدفع ضريبة الدم فليدفع ضريبة الدم المتعاقدون أي وحدات حماية الشعب وهذا ما حصل ولكن المناقبية العسكرية الأمريكية تأبى أن تكون العلاقة مجرد علاقة تعاقد لذلك نشهد من أن العلاقات الميدانية بين الأمريكيين ووحدات حماية الشعب قد توطدت قد تمتنت بغياب القرار السياسي هي التي ترتقي ولكن علينا أن لا نبالغ في درجة هذا الارتقاء لأن العلاقة تبقى علاقة تعاقد وإن حاول نتيجة للمناقبية ونتيجة حقيقة للعلاقة الميدانية حاول البعض الدفاع عنها أي أن علاقة التحالف القائمة مع تركيا هي الغالبة في نهاية المطار هذه مسألة مهمة جدا للتبين لتبين كيفية التعامل مع الفرف الأمريكي من جانب وحدات حماية الشعب أن تكون وحدات حماية الشعب مرتبطة بحزب العمال الكردستاني هذا أمر مفروغ منه في واشنطن لذلك عندما يزور المسؤولون الأمريكيون مراكز وحدات حماية الشعب ويرون صور عبدالله أجلان ليس هناك شك بهذا الموضوع وليس هذا اكتشاف من جانب لينزي جرام إذن هم رضوا بذلك لأن العلاقة تعاقدية لم يسمحوا لهذه العلاقة أن ترتقي كما ارتقت مثلا العلاقة مع كردستان العراق العلاقة مع كردستان العراق أكثر من ذلك هي علاقة قيم كذلك لذلك علينا هنا أن نتنبأ لأنه نعم هناك طرف ضمن الولايات المتحدة وقد عبر عنه ليس فقط جانب وزارة الدفاع ولكن كذلك بومبيو وكذلك بولتن لا يريد التخلي الآني والفوري عن العلاقة مع وحدات حماية الشعب مع قوات سوريا الديمقراطية ولكن التوجه العام بما أنها علاقة تعاقد فهذا ما سوف سيحصل لذلك نرى بأن المؤسسة الأمريكية أقرب بطبيعة الأحوال للموقف التركي في نهاية المطاف منها من أي اعتبار لمصلحة وحدات حماية الشعب قوات سوريا الديمقراطية الشمال الشرقي السوري إلى ما هناك ويجب أن لا يضلل أحد باعتبار خلافتك طيب سيد أكرم استمعت إلى هذا الكلام يعني على وحدات حماية شعب وقوات سوريا الديمقراطية أن لا تضلل أكثر يعني في نهاية المطاف كما أشار الدكتور حسن إلى جملة بأنه لن تضحي بعلاقاتها مع تركيا الولايات المتحدة في نهاية المطاف في هذه الجزئية تختلف مع الدكتور حسن في هذا الموضوع الكون الأهمية بالنسبة للتركيا الأهمية للناتو أو لأمريكا باتجاه تركيا لم تعد الأهمية السابقة أو القديمة في ظل المتغيرات الدولية من 2011 وما جرى أولا تركيا كسبت أهمية قصوى نتيجة اتفاقية مونترو التي قضت على اتفاقية لوزان للتفرد بمضيق بوسفور هل مضيق بوسفور نتيجة هل الأهمية كثبتها تكسبت تركيا أهمية جيو سياسية نتيجة تفردها بمضيق بوسفور مما أدى بالرئيس هاري تورمان إلى تطبيق استراتيجية استراتيجية الاحتواء احتواء تركيا لمنع روسيا من الوصول إلى المياه البيضاء في المتوسط اليوم روسيا موجودة في المياه المتوسط روسيا موجودة بعشرات القواعد ضمن الأراضي السورية أي لم تعد هناك قوة أهمية جيو سياسية تتمتع تركيا بها كما كانت سابقا ثانيا تركيا أصبحت قوة نامية هذه القوة النامية متأثرة بالخطاب السياسي التركي وبالتالي ليست شريكة لدول مثل الناتو لم تعد صالحة كونها تتأثر بالتقلبات السياسية مما سيؤدي هذا سيؤدي إلى التأثير على العملية الاقتصادية أو التنموية في تركيا وبالتالي ارتدادات عكسية على الناتو والالتحاد الأوروبي وحتى على الأمريكان اليوم العلاقة سواء كانت علاقة تعاقدية أو علاقة تشاركية أو كما يسميها أو كما يسميها البعض الآخر كيف ما يسمونها اليوم الموقع الجغرافي المتمثل بشرق الفرات بشرق الفرات هو موقع جيوسياسي أمريكا تحاول السيطرة عليه وهذا ما تم الاتفاق فيما بين بوتين وأوباما ب2015 على تقاس من سلط النفوذ في سوريا بين شرق الفرات وغربي الفرات اليوم أمريكا سارعت بالإعلان على انتهاء داعش وداعش لم تنتهي لم تنتهي لا جغرافيا ولا عقائديا ولا تذكيرا كيف لا نفهم هذه الفقرة فلذلك الأمريكان لن يتخلوا عن هذه المنطقة القوات التي أثبتت مصداقيتها أمام التحالف الدولي حاربت بكل صدق ضد داعش نيابة العالمية وحدات الحماية الكردية والتي تشكل عامود الفقري لقوات سوريا جميل الأمور والظروف تغيرت لم تعد كما كانت قبل هذا التغيير الذي اشتاح العالم دكتور حسن بالعودة إليك يعني في ظل ما انطلق منه سيد أكرم حسو هنا ضيفي في الستيديو أيضا التصريحات الأمريكية المتواترة يعني حتى في هذه الجزئية قال جراهام مرة أخرى بأنه لا بديل أيضا في هذا الوقت عن وحدات حماية الشعب في هذه المنطقة ولا حتى نرضى بتواجد قوات تابعة للنظام في هذه المنطقة وأيضا إصرار في أكثر من مناسبة على موضوع حماية الحلفاء حلفاء واشنطن في سوريا وبالتالي فرض موضوع المنطقة الآمنة كحل يرضي الطرفين هنا أتحدث عن قوات سوريا الديمقراطية والجهة الأخرى أنقرة دكتور حسن نعم نعم أولا مع كل الاحترام ضيفي الكريم علي أن أقول بأن المسألة ليست فقط مسألة اعتبارات تاريخية واعتبارات جيوستراتيجية هي كذلك وبالدرجة الأولى مسألة مؤسسات العلاقات الوطيدة بين مختلف المؤسسات وكذلك الوزن السياسي والعسكري والستراتيجي والاقتصادي للتركيا بالمقارنة مع حماية الشعب علينا أن نكون واقعيين هنا مسألة الشمال الشبقي السوري نعم هذه مسألة عرضية من وجهة نظر أمريكية نعم إذا الهدف منها هو منع التمدد الإيراني من وجهة نظر من ينظر إليها برؤية استراتيجية وهم قلة لأننا علينا هنا أن أشدد بأن الرئيس الأمريكي لا ينظر إليها كذلك ولذلك هو طالب مرتين في أدار الماضي ثم مجددا منذ شهرين بالانسحاب الفوري من سوريا لأنه لا يعتبرها كذلك يعتبر بأن التخلي عنها جزء من التخلي عن دور شرطي العالم ابتداء لا يمكن التعويل أوباما كان كذلك وترامب هو كذلك ومن سيأتي بعد ترامب في وأن كان جمهوريا أو ديمقراطيا سوف يكون كذلك لا يمكن التعويل على استمرار وجود أمريكي أو على استمرار دعم أمريكي لأي طرف لأن أمريكا في منطق الابتعاد عن هذا التورط عن هذا الانخراط في مختلف الملفات العالمية هناك أشخاص هناك شخصيات مهمة مثل الانتجرام يرى خلاف ذلك ولكنه يرى خلاف ذلك تحديدا يريد الاعتماد على الشركاء على الحلفاء الطويل الأمد وليس على حالات عرضية حصلت أنا مجددا أقول هذا ليس من باب التنقيس من أهمية المسألة السورية العكس هو الصحيح أنا أعتبر بأن هذه المسألة خطيرة جدا على مستوى العالم ككل ولكن علي أن أشدد على أنه من وجهة نظر واشنطن هذه تفصيل وليست مسألة ذات شأن بذاتها والأي جزء من هذه المسألة مثلا الشمال الشرقي أو الجنوب الشرقي لما هلالك تصبح تفصيل ميداني وليست مسألة ينظر إليها وكأنها هي التي سوف تحصل إليت الأمر كان خلاف ذلك نعم هناك مناطبية عسكرية أمريكية هي التي دفعت بالمؤسسة الأمريكية إلى المطالبة بحماية الحلفاء وليس القرار استراتيجي وليس القراءة للمصلحة الأمريكية القراءة للمصلحة الأمريكية هي ما جاء على لسان الرئيس وأن كانت قراءة خاطئة لننسحب ولنترك الجميع تصرفون كما يشاءون وليهتمهم بما تبقى من مسائل هذه هي القراءة الفجة التي يقدم عليها الرئيس اليوم وسوف يكررها بعد فترة بعد أن يزول تأثير هذه المحاولات للدفع هناك مناطبية عسكرية نشأت عن العلاقة المدنية عن التقدير لدور قوات سوريا الديمقراطية لدور وحدات حماية نعم في صفوف القادة الأمريكيين لذلك ولكن علينا أن لا نبالغ بأن ننقل هذا التقدير ونجعل منه وكأنه يتبن عليه السياسة ليس الأمر كذلك بالأسف دكتور حسن ضيفي من واشنطن دكتور حسن منامنا محلل سياسي وباحث في معهد الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة وعلى كل ما تفضلت به من إضاءات سيد أكرم بالعودة إليك هذا الكلام الذي تحدث عنه الدكتور حسن إلى أي مدى يدفع دعنا نقول بالإدارة الذاتية إلى البحث عن بدائل حول بالفعل أن تم في حال سحب القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا نوضح بأن أمريكا لم تأتي لأجل الإرهاب ولكن دخلت من باب الإرهاب إلى هذه المنطقة أمريكا لو تدرك بأن تركيا حليفها الاستراتيجي ستقدر تحمي أو تحمي وتثبت المصالح الاستراتيجية الأمريكية على مدى العقود القادمة لما أتت لهذه الجغرافية لهذا تركيا أمريكا لن تنسحب ولن تغادر هذه المنطقة ولكن ستعود بشكل ثاني ستعود بشكل ثاني الإدارة الزاتية في شمال سوريا أو الإدارات الكردية المنتشرة في عموم شرقي الفرات وشمال غربي وشمال شرقي سوريا لها الحق بما أن تملك شرعية من شعبها قوة لها الحق بإيجاد بفتح الأبواب للتفاوت للحفاظ على هذه المكتسبات سيد أكرم بدك تفضل البقاء معنا لأننا بدنا نروح على الملف الثاني فاصل وندخل في الملف الثاني